اعزائي الطلب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد ومعلومة جديدة ومازلنا مع يونت ثري وبنتكلم مع بعض عن يعني اشكال المستقبل في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الشكل الاول للمستقبل وقلنا ان انا ممكن استخدم present continuous المدارع المستمر علشان اعبر عن المستقبل حدث سيحدث في المستقبل وبستخدم المدارع المستمر النهاردة الحالة التانية في حالات التعبير عن المستقبل مستخدمين سوفا وسوفا هنا معناها ايه ام او از او ار جاوينج تو والمصدر ام او از او ار جاوينج تو والفعل في المصدر ده معناه سوفا ده معناه ايه سوفا طيب زي ما احنا عارفين مش هنفكرك تاني ان اي بتاخد ام وهي وشي وات ياخده از وي ويو زي بياخده ار وبعد كده جاوينج تو واي فعل انت عايزه فين في المصدر طيب برضو انا لسه المعلومة مش وصلوني قولي كده مثال عشان اقدر اعرف ايام جاوينج تو باي انيو كار انا هشتري سوفا اشتري سيارة ايام جاوينج تو باي انيو كار he is going to watch and you play he is going to watch and you play they are going to open a new shop they are going to open a new shop يبقى كل الجمه الا هنا انه سوفا اتعلم فرانس هاي We are going to clean the bar هنظف جنينة يبقى be going to معناها سوف ييجي بعدها فعل في المصدر باستخدمها علشان اعبر عن عن المستقبل طيب الفكرة اللي بعد كده ازاي نعمل سؤال بها are you او are they يعني انا كده بعمل اي بقدم المساعد على الفعل are you او are they وبعد كده going to والفعل في المصدر وعلامة استفهام is he او is she تمام كده is he او is she نفس الكلام قدم للفعل المساعد على الايه على الفعل وبعد كده برضو going to والفعل في المصدر وعلامة استفهام طيب تعال اقول لي بقى ازاي كده are you going to buy a new car are you going to buy a new car انت هتشتري عربية جديدة لو هاشتري فبيقول yes i am مش هاشتري فبيقول no i am not yes i am نعم no i am not لا طيب is he going to visit london is he going to visit london yes he is لا no he isn't no he isn't تمام يبقى انا بقدم المساعد على الفعل عشان اعمل سؤال بهل معناه هل سوف تفعل الشيء الفلان كويس طيب بعد كده تعالنا نتكلم بقى عن be going to اللي بتساوي decide او be going to اللي بتساوي intend او be going to اللي بتساوي plan decide يعني يعني يقر intend يعني i am going to travel i am going to travel to alex اذا هنا decided to travel بتساوي i am going to travel طيب وامتا بتساوي intend ينوي اقول سامي intend to see a film خلاص نو انه هو يروح يشوف film اذا he is going to see a film he is going to see a film طيب اي كمان plan يخطط they plan to buy a film مخططين لانه هما يشتروا film يبقى they are going to buy a film they are going to buy a film بعد كده تعالى نبص على تمرين وتحديدا من كتاب جيم وتحديدا صفحة 169 صفحة 169 والسؤال هو اللي بيقول choose the correct answer يختر الإجابة الصحيحة not going to have a holiday this year are you you are do you you do طبعا هو سؤال هنا فهب يبدأ بالفعل المساعد طيب هو القاعدة عندي كان بتقول be going to ولما يجي أعمل سؤال بهل بقدم المساعد على الفاعل فبالتالي هيبقى are أو is والفاعل going to والفاعل في المصدر إذن هلاقي الإجابة بتاعتي بتمثلها في are you going to هل أنت سوف أما السؤال التاني فبيقول he is study history at university going not to going to going go to طيب he is going to he is going to study history at university he is going to not to be to open a new supermarket here هنا هتفتح supermarket they are going ولا going going they or they going or are they going طبعا هنا برضو سؤال هيبقى تقديم الفاعل المساعد وبالتالي هيبقى are you going to are you going to سؤال الرابع my uncle a present for his wife as he planned as he planned to give a party to celebrate first birthday celebrate يعني يحتفل بعيد ميلاد my uncle ده مفرد وبالتالي هياخد is ودور بقى على is going to والفعل في المصدر is going to والفعل في المصدر طبعا نشوف الاخترارات اللي معانا isn't going to buy ولا is going buy ولا is going to buy ولا buy is طبعا is going to buy is going to buy nada has decided to decided not to come مش هتيجي with us معانا يبقى شي is going ولا is going to ولا going ولا isn't going to ولا isn't going to يترى ايه الحل out with sarah instead بدلا من ذلك طبعا sarah هتروح مش هتيجي معانا ليه علشان هي هتخرج مع sarah بدلا من ذلك يبقى she is going to she is going to go out is your cousin move to another house هو ابن خيالك عزل في بيت جديد is your cousin going to ولا go to ولا go ولا going بس is going to يبقى فين هي الاجابة ايه is your cousin going to move to another house what what are your plans ما هي خطتك for the future قال i a famous actor am will be will am going to be will am being طبعا i am going to i am going to i am going to i am going to be انا هكون our computer didn't work yesterday لم يعمل بالأس so we a new one soon هنشتري واحد قريب are going to buy are buying ولا buys ولا buy طبعا so we are going to buy صوف نشتري we are going to buy that has made a decision اتخذ القرار خلاص في us to roam this year هيودينا ان شاء الله روما هذا العام he will take he is taking he takes is going to take he is going to take us to reign هيخذنا معاه روما طبعا نشوف السؤال التاني complete the sentences with the correct form اكمل الجمل بالشكل الصحي look at the train on the bridge he is going jump لا هي مش هتنفع هنا jump ما لقل ينفع he is going to jump he is going to jump number two i buy some new clothes my old ones انا هشتري علشان ما لابسة القديمة بقت صغيرة عليا يبقى i am going to buy i am going to buy اما السؤال التالث going you watch a new play مصرحية جديدة tonight طبعا هنا سؤال فبقدم المساعدة على الفعل يبقى are you going to are you going to are you going to بعد كده نروح على الررائت mr. sami has decided to visit as one next to decided to وعايز طبعا is going to سهلة جدا ازاي mr. sami is going to visit as one next to shall hena has decided to is going to okay السؤال التاني بيقول sara plan to spend the weekend in alexanderia why is going نفس الفكر هقول sara is going to spend the weekend in alexanderia روح على طول على السؤال التالث عادل is going to spend the summer holiday in mersa matur طبعا نفس الفكرة وعايز بقى بس العكس intense فهقول عادل intend to spend وكمل بجملة عادل intend to spend the summer holiday in mersa matur alexanderia alexanderia alexanderia